السلام عليكم في درس اليوم سنصرف على ثلاثة مواقع ستفيدك كثيرا في حين اذا كنت تريد ان تشتري هاتف او طابلت او كاميرا الى غيرها يعني طبعا عندما نريد ان نشتري هاتف سنبحث عن المواصفات هذه المواقع تعطيك مواصفات الهواتف مقارنة بين الهواتف الى غيرها من المعلومات التي ستفيدك وستجعلك تختار هاتفك الذي تريد ان تشتري الموقع الاول وهو product chart اذا هذا الموقع اردت ان اضعه في الاول لانه الافضل من بين مواقع الثلاثة التي سنشرح في هذه الحلقة هنا على الدخول اليه سيتلميك اختيار ما تريد ان تشتريه ويعني هنا سبعة اختيارة لأدويات مختلفة او لأجهزة مختلفة يمكن لك المقارنة ومعارضة مواصفات هذه الموجودة المهم سنختار سمارتفون لانه حلقة عن الهواتف هنا كما ترون في الجانب الايصر سيطلب مننا ان نضع المواصفات لشي نريد مثلا اريد sticker لا اريد اسم يعني storage ساختار 16 اريد هذه مساحة 16 جيجا بايت الرام اريد وهو بي رام 2 جيجا هنا سنترك هذا الخيار هنا سنغير ابعاد جهاز هنا سنغير ابعاد جهاز يعني هكذا هنا سكرين حجم الشاشة اختار 5 سبع انش هنا الضار هنا استحمال البطارية اختار 200 او عفو 2000 كذا هنا تختار الثمنوادية الخاصة التي اعجبتني يعني تريد هاتف كان لها يتشاوز مثلا سعادة 200 دولار وهو 200 دولار هنا يعني نوع او نظام الذي يشغل بهذا الهاتف مثلا اندرويد هنا يعني اختيار الشركة او للشركة التي سوف تريد ان تشتري من هذا الهاتف مثلا سامسونج HTC واوي الى غيرها الكاتير HTM الى العديد من الشركات والعديد من الاختيارات التي يمكن بها من تحتها اذا هنا كما ترون بظاهرة لدينا قائمة كبيرة من الهواتف التي يمكن ان تشتريها ومجرد ان تضع السهم فوق الهاتف كما ترون سوني اكسبريا Z3 وهنا هذلك هنا غالكسي S4 سوني اكسبريا Z1 اذا كما ترون هذه الهواتف التي نستطيع ان نشتريها بهذه المواصفات هنا الموقع الثانى وهو جيك الفون جيك الفون المهم سنقوم بمقارنة مثلا بين هاتف غالكسي اسفور وهاتف مثلا سوني اكسبريا Z3 بحسب هذه الهواتف التي تظهرها لديه هنا فقط ساكم بعمل موقع المقارنة اذا كما ترون يظهر لي المعلومات الخاصة بالهاتفين هنا الرام هذا يعدد افضل الحجم نعم هنا الحجم اكبر لكن هنا افضل هنا معلومات اخرى يمكنك شراء الموقع الثالث وهو من موقع الشركة كوبا هنا اي شيء معلومات تريدها ستجدها هنا يعني تحمل البطاري هنا هذا الافضل يعني ستجد المعلومات يمكن وقع الاختيار بينها والمقارنة بين الهواتف هنا تقرأ المعلومات واي هاتف ستسجل به مواصفة غوية عن الهاتف اخر طبعا يمكنك شراء الموقع الثالث وهو من موقع شركة جوجل عند الدخول اليه ستضغط هنا على get started هذا الموقع يعني جميل يعطيك كذلك اختيارات هنا يقول لك هل تريد الهاتف الذي تريده يعني فيما ستستعمله مثلا ستستعمله في الهاتف يعني الوقت سأضع 4 ساعات او 4 طبعا ضروري جدا ثم هل تضع الخيارات الحقيقية يعطيك الهاتف جميل هنا تضع مثلا 40 هنا تختار جودة يعني خيارات بسيطة ومفهومة فقط تختار من هنا يعطيك كم المدة التي استعمل فيها الهاتف يعني عند الخيارات التي تريد من هنا ستضغط على شو مايفونز هنا تضغط على الشوز لايتر وسيعطيك هنا قائمة من الهاتف التي يمكنك ان تشتريها مثلا من عاما من الهاتف يغطيك بعض المواسفات ما ترون الشاشة البطاريا الكاميرا الداكرة وكذلك الرام نوع النظام الذي يشغل به كما يرون هنا وهنا كذلك يمكنك تغيير الثمن الى مثلا ضعيف يعني الهواتف بثمن ضعيف هنا الحجام تختار الحجم الكبير صغير منتوسط وهنا تختار نوع الشركة وهنا اذا اردت لا تستفعون اخر على الهواتف اذا توجدت مواقع جميلة مفيدة سنتمكن من شراء الهاتف الذي تحلم به والذي تريده اذا كان هذا ودرس اليوم لا تبخلوا عنينا باشتراك في القناة ووضع لايك لصفحتنا على الفيسبوك وكذلك لهذا الفيديو باما لأقائكم في حلقة تخدمتم في امان الله